اتهامات اوكرانية بتنفيذ روسيا قصفا ينتهك الاعرافة الدولية وذلك باستخدامها قنابل فسفورية ضد البنية التحتية في قرية بزروكي في منطقة خاركيف المسؤولون المحليون وصفوا القصف بانه الاعنف منذ الايام الاولى للحرب وهو ما تسبب في تدمير 16 منزلا في الايام الثلاثة الماضية عدد القذائف التي اطلقوها على بلدات هرومادا لم يطلق منذ الايام الاولى للحرب استخدم الروس ذخائر قذائف الفسفور العنقودية على البنية التحتية المدنية اكدت السلطات المحلية انه لم يلحق اي اذاب المدنيين جراء الهجمات في وقت تم اجلاء العديد منهم بالفعل كان على رجال الانقاذ التعامل بسرعة مع جميع الحرائق في المباني السكنية مع التأكيد على عدم السماح للنيران بالانتشار الى المباني الاخرى سبق واتهمت كييف موسكو باستخدام القنابل الفسفورية الحارقة في منطقة لوغانسك ولم تصدر روسيا حتى الان تعليقا على هجومها الاخير اشتركوا في القناة